في بعض الأمثلة مثلا هناك مثال معروف جيدا في درس التاريخ أنا مثلا كان نذكر من له درسنا في التاريخ في نهائي الابتدائي أو في السنة الأولى للإعدادي في درس التاريخ كان فيها البربر هم سكان المغرب الأولون يعني بكل بساطة بكل وقاحة وضفة مصطلح بربر مكان آمازيغن فأنا أتذكر في درس التاريخ أن السكان المغرب الأولون هم البربر فأنا شخصيا في هذا الدرس لم أكن أعرف ماذا يقصدون ماذا يقصد الأستاذ أو المعلم الذي علمنا ذلك؟ من هم؟ فقط أن أعتقد أن البربر هو قوم آخر فيما بعد سكتشف عن طريق الصدفة أن كلمة البربر يقصد بها نحن الأمازيغن يعني حتى أنا عندما سمعت أول مرة بربر لم أكن أعرف أنهم يقصدون أن نحن الأمازيغن لأن حتى الأستاذ لم يشرح ذلك فأنا فهمت ذلك فيما بعد وفي ذلك الوقت أنا لم أكن أعرف بعد ما كنت أعرف بأن بربر هي كلمة قدحية كلمة أكاديمية كلمة أكاديمية تستعمل في التعليم حتى أعرف بعد فقط عرفت أن بربر هي كلمة تحقيرية لأن حتى عندما عرفت أن بربر يقصد بها نحن الأمازيغن كنت أعتقد أنها كلمة أكاديمية أكاديمية كلمة علمية كأن تقول مثلا الأوروبيون أو تقول القوقازيون يعني القوقاز يعني كنتما تقول أوروبي أو تقول قوقازي قوقازية كلمة أكاديمية كلمة علمية فأنا كنت أعتقد أن عندما يقال بربر للأمازيغن هي أيضا كلمة أكاديمية فيما بعد طبعا اكتشفت بأن كلمة تحقيرية وضفت من طرف النظم السابق أو العديد من الأمازيغن وعديد من الأمازيغن فأناك عرف كلمة بربر شهادة أعتقد أنه مازيغن أو مازيغ فأناك أشكد أمازيغن وكلمة بربر أعتقد أنه لم يعرف عندما يحرق كلمة بربر غير لدخول المدرسة يعني من خلال المجتمع من خلال ذاكرتنا من خلال ثقافتنا من خلال الواتنا المزغية لم نتعلم كلمة بربر ولا بغ بغ ولكن تعلمناها من المدرسة أي عندما دخلنا إلى المدرسة خاصة في إطار حكم النظام السابق هناك تعلمنا هذه الكلمة التحقيرية التي هي كلمة بربر هذا النظام الجديد طبعا في عهد النظام الجديد هذا الكلمة حدفتها الآن الكلمة التي تدرس وتستعمل هي إيمازيغن إيمازيغن أو إيمازيغن أو إيمازيغن مما كان اللغة التي تطلق بها المهم كلمة إيمازيغن هي التي تستعمل الآن فقط كان واحد المشكلة الآن عندما نتكلم عن مصطلح إيمازيغن ثم ذلك المصطلح كلمة بربر الآن هناك المدرسة والإعلام لم يكن واحد توعية بهذا المصطلح فقط لم يعد معتاداً لم يعد استعمل طبعاً في المغرب لم يعد استعمل ولكن ليس هناك توعية فلا أعتقد أن المدرسة تقوم بالتوعية بخصص الكلمة طبعاً لا توظفها ولكن لا تفهم للناس معناها والإعلام أيضاً الإعلام المغربي مثلاً يمزغ الأمازيغ مثلاً يقول السنة الأمازيغية ولا يقول السنة البربرية ولكن الإعلام لا يفهم الناس بأن أكلمة بربر التي لم تعد متدولة هذه معناها الحقيقي معناها الحقيقي فرغم عدم استعمالها الآن في التعمل فكي أن الناس المغرب موجودين في المغرب وماذا يستحقون على المغرب فمنهم من يستعملها في اللوات الأخرى مثلاً إذا تكلم العربية والفرنسية وخاصة مع الجانب خاصة الفرنسية والإنجليزية ولكن الآخر من المغرب وهناك الناس يستعملوا كلمة بغبير وبالتالي يأتي مثلاً إلى السائح مثلاً يتكلم بالنجليزية وربما قرأ كتب وقرأ كتب مثلاً بغبير ويأتي ويتكلم مع شخص مغربين الذي لا يعرف ما معنى كلمة بغبير فقد تجد المغرب يتجاوب معه ويجيبه مثلاً بالنجليزية ويقول له فعلاً بغبير هذا المغربي هو يعتقد أن كلمة بغبير أو بغبير هي كلمة أكاديمية علمية ولم يفهم طبعاً إذا تكلمت مع هذه المغربية الأمازيغية لن تجد كلمة بغبير سيقول لك إمازيغ سيقول لك إمازيغ كلمة بغبير لا توجد في اللغة الأمازيغية ولكن إذا تكلمت مع بعض المغرب بعض البعض طبعاً تكلمت مع من الإجليزية والفرنسية سيستعمله أيضاً لأنه ليس واعياً بعد بمعنى هذا المصطلح إذن هناك نقص في التوعية من طرف الإعلام ومن طرف أيضاً المدرسة هناك واحدة المشكلة وهي متعلقة بدولة فرنسا في فرنسا كلمة بغبير هو مستعمل من كلمة بربرب الفرنسية يعني بغبير ومستعمل هناك مستعمل بشكل عادي بل حتى هناك مغاربة يقول كل شمال الفرقية هناك مغاربة يولفون كتب ويكتبون بغبير أنا أعرف كتب لبعض الكتاب وهما مزيغ كما قلت الأغلبية المغاربة هما مزيغ كتاب هو مزيغي ويولف كتاباً بالفرنسية وماذا يكتب؟ يكتب بغبير هكذا طبعاً هو ليكتب هذا الكلام اللي يوعي الناس لا 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 يتكلم هكذا يتكلم عن الأمازيغ ولكن يسميهم بغبير والسؤال الذي يطرح يطرح الآن وش هذا هو انبطاح لفرنسا؟ هل هو انبطاح لدولة فرنسا؟ لبلد فرنسا؟ لمفكري وسياسي في فرنسا؟ هل هو انبطاح؟ أم؟ أم هو هي طريقة لتسويق؟ مثلاً إذا أردت أن تسويق كتاباً وتربح يجب أن تستعمل كلمة بغبير فالسؤال يطرح هو هذا وش تقفياً؟ تقفياً أنت متقف؟ أنت تعرف جيداً أن إيمازيغن أو لزمازيغن لا يهم اللغة كيف ستنطق لزمازيغن لزمازيغن مهم إيمازيغن أن تنطق المصطلح هذا في اللغة التي تنطق بها تعرف جيداً هذا هو الاسم وتعرف جيداً أن كلمة لبغبير أو بربر هي كلمة استعملها وبعض الأوروبيين استعملها ككلمة حقيرية ضد الآخر الذي لا يتكلم لغته فلماذا الآن أنت ككاتب أو مفكر أو سياسي ولغا ذلك في فرنسا تستعمل هذا المصطلح مصطلح لبغبير لماذا؟ هذا طبعاً هذا السؤال يطرح لأن هناك هجبون تكون هناك بعد تكون دراسة لنعرف ما هو المشكل هؤلاء الناس هؤلاء المغاربة الذين هم أمازيغن ويعرفون جيداً ما معنى كلمة إيمازيغن ويعرفون جيداً ما معنى كلمة بغبير ورغم ذلك يوظفونها في كتبتهم في بعض كتبهم وغير ذلك ترجمة نانسي قنقر